الاحتلال الإسرائيلي لا زال يستهدف الصيادين في قطاع غزة لتزداد مشاكلهم في السعي نحو كسب قوط رزقهم اليومية فهناك من فقد عينه وآخر من فقد حياته بالإضافة إلى ظروف صعبة يمر بها الصيادون عموما كاميرا مراسلون تجولت في بحر غزة واستمعت إلى شكاوى الصيادين هناك أنا الصياد من عموما الصيادة والد والولد الصياد خضر الصيادة المصابة اللي انضرب بعينها حتى لا امي بشوفه ابن كان طالع في مرحلة الصياد طالع يوم عشرين عشرين اتنين ألفين وتو سعطاش طالع على الصياد بعدي كل الليلة ادوا على الزوارك البحرية الإسرائيلية وصاروا يضربوا عليهم النار مطاط وحي وضربوا المطاط بعينه اليمين طلع له إياها وعينه الشمال ما بشوفك فيها من العصب وإحنا أخذنا العالده أخذنا العالده الكل يقولنا إله علاج بس إله علاج بره بالخارج والعلاج هذا بكلف ألفات وأنا إنسان عمره 60 سنة لا بقدر أروحه إلى بعده هو الكان الوحيد اللي بعين الأسرة كليتها خلال شهر مايو الماضي لجان الصيادين استطاعت رصد 36 انتهاك بحق الصيادين 36 جريمة اقترفتها زوارق الاحتلال بحق الصيادين هذا ما استطعنا رصده هناك عمليات 10 عمليات اطلاق نار في اليوم الواحد نتج عن عمليات اطلاق النار إصابة 6 صيادين أحد الصيادين أصيب إصابة خطيرة بارتجاج بالجمجمة وعمليات اطلاق النار تركزت على محركات الصيادين بهدف تدميرها الاحتلال يدمر محركات الصيادين بشكل يومي يصادر محركات الصيادين بشكل يومي بهدف تدمير قطاع الصيد حتى لا يتمكن الصياد من دخول البحر بمحركات يعني بحاولة بالقل يمكن بأول الالفين لما كنت أنا عارق وقادي وقادي صراحة تعرضت طلت مرات أروع الزدود والصادر مان وكمان أنا نسيت أحكي كلمة يعني ومال الصادر ومعنديش رزق أنا عندي حسكات فضيين والشد كله بعرف أنا عندي مطورين وحسكتين مرة كان مزيون الصبي برضو ها الصبي انسجنت ثانية وثلاثة شهر عند اليهود وراحت حسك وراحت مكنة جابوا لي الحسكات فضيين من غير أي معدات صيد حتى ما عنديش معدات صيد الصيد أنا حسكت بصريحها مع الناس بالأجار عنا تحتية دقات من الجامل الإسرائيلي يعني يوم يوم عنا يعني حتى على اللحظة هذه يعني قبل نص سيعة الميهة العادمة بكبوة على الصيادين طخ على الصيادين سيرقانة الشباك يعني إشي واضح بس الواضح في الشيش ملخص عشان نفرجي للتلفاز ليش؟ لو طلعنا جوالاتنا نصور الحاجات هذه يمكن تطخونا على المطرح ما يروحوناش على غزة عشان ما نفرجيش الناس ونفرجيش العالم كلها عفضايح الجانب الإسرائيلي اشتركوا في القناة